توفد آلف الأقباط على كنائس ومطرنيات محافظة المينيا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط تشديدات أمنية مكثفة ورصدت كاميرا تلفزيون المصري أجواء القداس داخل كنيسة الأميرة تدرس بمدينة المينيا واصطحلة من السعادة العارمة التي سيطرت على كافة المتواجدين فرحانين خالص بعيد السلام لأن مجيء المسيح للعالم احنا بنسميه في الكنيسة ملك السلام فمجيء يملأ العالم بالسلام وبالبهجة وبالفرح بنحتفل النهاردة بعيد عظيم عيد ميلاد السيد المسيح كل سنة وحضراتكم طيبين بنقدم التهنئم لفخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات العاملة معه في المحافظة المينيا ونشكر على تعاون الأمن ونشكر على تعب كل المسؤولين وطبعا بنقدم التهنئة لقدس البابطة والدروس بنقدم التهنئة كمال لنيافة الحبر الجليل نيافة الأنباء مكاريوس مؤسقه في المينيا وتوابحها نتمنى لكم عيد سعيد وتكون إن شاء الله أيام مباركة الفترة اللي جاية كل سنة وكل المصريين بخير كل سنة وكلكم طيبين